السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله تعالى سنرى ما يسمى بالغدخي او لا كيفاش انا كان عنده واحد مص نزيد بواحد شلو قدام او لا ارجع بالله نسيو ماذا على سبيل المثال هذه السلول دي 4 كبر لها مثلا الغجرة ثم الغجرة بعد شكل نكتب هذا سبيل المثال مثلا نسيو ماذا نحن gttz.net هذا gttz.net إذا تنزيدها قدام او لا نقص منها قدام او لا نقص منها قدام يكفي ان نكتب على هذه السلول نحدد السلول كلها ثم ننتجه لهذا الشكل هذا لغدخي تلاحظوا انها تنزيدها قدام ممكن كذلك نزيد من استعمالها يكفي ان نكتب على سبيل المثال يكفي ان نتجل تتجل في السلول هذا الشكل وممكن نقص كذلك انتلاقا من هذا للكون اللحظة تلاحظوا ان الفرق بينها جوش الليكون تتجلى في السلول السلول صغير باللوم الأزرق تلاحظوا انه متوجه جيدا ليمين بينما في الحالة الأخرى انه متوجه جيدا ليسار وتلاحظوا ان هناك واحد اختصار عن انتلاق من الكلافي وهو كنترول آلت شفت طبول تلاحظوا انها بدأت تترجح نغيره مثلا ثم ننتجه اذا هذه هي البسلول تجعلنا نتحكم في نكشل السلول انتلاقا اما نزيد القتام او لا رجال الله ثم هناك نبيع اخر له ومهم انني إذا كنت نغير نغير الغطخة انت واحد السلول يكفي ان نتجل بينما عندما تدفع تلاحظ ان تتزاكتب هذا الغطخة وتتتزاكتب كذلك البسلول تتقليل كلها ثم ثم اذا ما نضيفه لنضيفه اذا نضيفه اذا نضيفه اذا هذه طريقة لنضيفه او لا نقص منه ونكتفي هذا حتى لدرس مقبل ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته